الآن إلى موضوع آخر حيث فاطمة الزهراء الفحصي حضرت لندوة الصحفية عقدتها رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة الوثيرية والرشاقة البدنية والهيب هوب المزيد من التفاصيل في هذا الروبرتاج بهذه الكلمات اختتمت رئيسة الجامعة سيدة سلمة بناني ندوتها الصحفية التي عقدتها بالرباط للتعبير عن صرخة قلب كما وصفتها جراء ما لاقته جامعتها من ظلم وتهميش بعد مرور 22 عاما من مسيرتها الغنية بالانجازات والتضحيات في سبيل خدمة الشباب والفئات المهمشة في جميع ربوع المملكة واستنكرت سلمة بناني قرار وزارة الشباب والرياضة بتقليس منحتها السنوية للنصف مؤكدة انها لم تكن لتعبر عن احتجاجها لو ان هذا القرار شمل جميع الجامعات الرياضية دون استثناء وتسائلة في نفس الوقت عن المعايير التي تعتبرها الوزارة في تحديد قيمة المناح المخصصة لكل جامعة واستعرضت سلمة بناني في هذه الندوة التي حضرتها مجموعة من المنابر الإعلامية أبرز الإنجازات والهداف التي حققتها الجامعة من خلال توظيف الرياضة لخدمة قضايا إنسانية واجتماعية وأخرى وطنية وثقافية مبرزة في نفس السياق الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء إحدى أكبر التظاهرات التي تنظمها الجامعة كالدورة الخامسة لكأس المسيرة الخضراء للبركدانس الذي يحظى برعاية الملكية السمية وقد صرحت لكاميرا قناة العيون بما قررته الجامعة في مستقبل هذه التظاهر الرياضية الكبرى كأس المسيرة الخضراء التي تحت رعاية السمية لصاحب الجلالة كان ستتدار في 2016 ولكن بما أن المنحة وصلت مع تلاء ما كانش ممكن نديروه وكان ستكون في أكتوبر 2017 والمنحة تتتلت أيضا ولكن داب الكارتة هي أن المنحة تنقصت للنص فأنا لا أعرف المستقبل هذه التظاهرات ولكن أنا كان وعدكم ستكون كأس المسيرة الخضراء ستتدار بشكل من الأشكال وقتاش ما عرفش ولكن حبنا الوطن وحبنا لذلك الأقاليم وإيماننا به التظاهر هذه اللي فيها روح رياضية كبيرة ستجعلنا أننا سنلقاو الحلول لن نديروه هذه التظاهر هذه إن شاء الله رغم عديد الإكراهات ومرارة التخبط في الديون التي تواجهها الجامعة الملكية المغربية لرياضات الوثيرية رشق البدني الهيب هوب ولا سليب المماثلة فقد أكدت رئيسة الجامعة على مواصلة العمل من أجل تنظيم أكثر من مئة تظاهر بجميع ربوع المملكة وعازمة كل العزم على تنظيم النسخة الخامسة من كأس المسيرة الخضراء للبريكتانس الذي من المرتقب أن ينظم بمدينة العيون